السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال المريخ للقوس اللي رح ينتقل يوم الجمعة 24 تشرين الثاني نوفمبر الساعة 10 و 14 دقيقة صباحاً بنتقل ورح يظل موجود المريخ في القوس اللي له فترة طويلة موجود كان بالعقرب رح يظل موجود بالقوس لغاية الساعة 2 و 57 دقيقة من عصر يوم الخميس 4 و 1 الفين و 24 يعني من اليوم 24 و 11 لغاية 4 و 1 يظل موجود في برج القوس طبعاً كوكب المريخ كوكب إذا كان إيجابي يعطينا الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل الناحية الجنسية برضو بعززها بشكل قوي ولكن إذا كان منتحس ببعطي الجدال والقسوة والتسرع كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة والجراءة والرغب الجنسية بيستفيد موليد الأبراج النارية والهوائية زي القوس والحمل والأسد الجوزاء الميزان الدلو وكل شخص تواجد لديه المريخ ساعة ولادته في برج القوس ولكن بظل المريخ كوكب المريخ معروف أنه سمعته مش منيحة يعتبر النحس الأصغر دائماً بعطي طاقة سلبية دائماً بعطي ردات فعل سلبية الآن هو عادة وبكل حلقة للمريخ ذكرناها بالفترة الماضية أنه قبل الانتقال بخمس أيام وبعد الانتقال بخمس أيام دائماً بيحمل معاه شحنة عالية جداً من العنف والحوادث والتفجيرات عند انتقاله وبعد انتقاله فعشان هيف الفترة هاي بتكونوا ديروا بالكم من العصبية ردات الفعل الانفعال الانفجار في من حواليكم طيب عشان نعرف إحنا هل رح يكون سلبي إيجابي لازم نطلع على الزوايا ونشوف شو التأثيرات أو شو الأشياء اللي رح يحملنا إياها بالفترة القادمة يوم السبت 25-11 زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين زحل هاي بتزيد المواجهات والمشاحنات طبعاً يوم نقول 25 وهو بد ينتقل يوم 24 فإجت انتقال مع زاوية إذن الفترة هاي فترة فيها مواجهات ومشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة هذا عنوان بداية المرحلة الأولى لا دخوله لبرج القوس كما أنه بتزيد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب ضبط النفس عند التعامل مع الغير نتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية الإفراط في كل شيء الإفراط بالقياد الإفراط بالسرعة الإفراط بكل شيء بيزيد من أنانيتنا تعنتنا صرامتنا برضو بيعرضنا لهجومات من الخصوم فتاكي دوليا بدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل مما يعرق الإنتاج بيزيد بالنفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يعني بتكون ذروتها يوم الخميس 28-12 زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين المريخ بيزود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد من ثور بشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا بتكون ردة الفعل بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج بتدفعنا للنزاعات والتعقيدات والخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما أنه بيزيد من احتمالية التعرض لجروح أو حروق في أنشطتنا اليومية وخصوصا الأشخاص اللي عطارد إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات والحركة والسيارات والإلكترونيات والأشياء زي هيك برضو بدل على انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطات الأمنية أو الجيش في البلاد وقم حرية التعبير أو قد تمار السياسة قمعية ضد الصحافة بالفترة هاي ممكن يتعرض بعد رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان أو الإغتيال أو ربما السجن بتتوجه وسائل الإعلام كذلك لانتقادات لردي الأوضاع على القطاع الصحي وقطاع الصناعة وربما شهدنا إضرابات واحتجاجات للأطباء والممرضين أو للأيد العامل في بعض المؤسسات وتوجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام به وإدراج فئات شابة في الفرق والأندية يعني لتشبيبه فعشان هيك منلاقي أنه برضو هاي الفترة بتكون تحذروا اللي هي فترة 28-12 قبلها بخمس أيام وبعدها بخمس أيام أثناء الحركة وقيادة السيارات زي ما حكينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الخميس 28-12 زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدويتهم بطريقة خاطئة بيضعف إرادتك وقدرتك على الكفاح والمبادرة وبثير رغبتنا رغباتنا الجنسية بشكل سلبي بسببنا نزاعات مع المحيط وبرضو بيحث كثير من الأشخاص لاستهلاك المسكنات الكحول الأدوية المهدئات الأشياء المخدرات وهذا الشيء بيسبب حوادث لها علاقة مرتبطة بهاي الأدوية وبرضو بما إنه المريخ مع نبتون فإذن فيه برضو بعض الحوادث اللي بتتعلق بالماء وهنا بنحكي عن أشياء لها علاقة بالمناخ والغازات والضباب بدل على اضطرابات سياسية في البلاد بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات 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 هاي عدتها أكثر من مرة عشان تنتبهوا بالفترة هاي من الأمطار والسيول والأشياء هاي أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة طيب هنا من لاحظ أنه كثير من الزوايا أو مش كثير هي كل الزوايا جاية سلبية إذن في تحذيرات اللي ذكرناها بتكون تنتبهوا لها بشكل جيد لأنها راح تأثر بشكل كبير على الجميع بالفترة القادمة فهاي نقطة أساسية لازم تخلوها في عين الاعتبار خلينا نشوف طيب إيش التأثيرات راح تكون لما يكون المريخ أساسا موجود في برج القوس إيش راح يعطينا وطبعا من الكلام اللي أنا راح أحكيه إذا حكيته إيجابي برضو أنت حط السلبية في نفس المجال اللي أنا راح أحكيه يعني حكيت عن الدراسة أعرف أنك ما تعتمدش على الحظ حكيت عن السفر انتبه لأمتعتك وهذا حكيت عن يعني زي هيك ماشي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو كالشمس بما أنه دخل على القوس معناته بيت السفر والدراسات العليا بالنسبة لألك يعني أنه عليك الحذر خلال السفر الخارجي من تعطيلات في المعاملات الورقية في المطارات في الحدود فبدك تحسب حساب الوقت أنك تكون قبل بوقت وتتفقد كل أوراقك وأمتعتك وتكون حذر في التعامل مع الغرباء أو في الدخول للأماكن المجهولة الطلاب اللي على مقاعد الدراسة الجامعية أو دراسات عليا فهاي فترة بتحتاج لكثير من الانضباط والدقة قبل تقديم الأجوب النهائية لازم تراجع نفسك أكثر من مرة وما تتسرع بالإجابات للوصول للنتائج المرجوة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا دخول المريخ في بيت العقارات والتركات يعني أنه عليك الحذر والانتباه في كل المعاملات اللي بتتعلق بالمسائل العقارية بيع شراء أو نقل ملكية أو التعويضات والأموال الموهوبة أو القروض البنكية وإحذر من المخادعين خلال الفترة أو من النصابين هيك يعطيكيها على بلاطة وحاول أنك ما تدخل في أي معاملات قضائية هاي نعنها ما رح تكون نتائج مثل ما أنت بتحب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا دخول المريخ لبيت الشراكة وهي شراكة المالية والعاطفية فيعني عليك أنك تكون هادئ في علاقاتك العاطفية بعيدة عن التشنج والتوتر والعصبية ولا تحكم على الأشياء من ظاهرها عليك دائما تفاهم الأسباب انتبه للانفعالات وكون على طبيعتك المريحة وانتبه أيضا لشركائك في العمل ولا تدخل في أي شراكة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول المريخ لبيت العمل والصحة يعني أنه عليك الانتباه كثير في علاقاتك مع زملائك في العمل ابتعد عن كل شيء بثير الشبهة أو المواجهة المباشرة مع أحدهم لأنه بعض الخلافات في وجهات النظر ممكن يتطور لخلاف شخصي انتبه لصحتك هذا الشهر لسيم الجهاز العصبي والعمود الفقري وأيضا انتبه من رفع أوزان ثقيلة عن الأرض برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا دخول المريخ لبيت الحظ والرغبة يعني أنه عليك أنك ما تبالغ كثير في تجربة حظوظك هذا الشهر لأنه دخول في أي مشروع جديد بده تدقيق عالي لازم تدرسه بشكل كبير وواضح بعيد عن المبالغة عليك الحذر من علاقاتك مع شريك العاطفة الشك والغيرة والعصبية وفرض الرأي والتحكم ولا تحاول فرض أي شيء بالقوة في هاي الفترة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا تأثير المريخ عليك رح يكون داخل المنزل أو بالعائلة عشان هيك عليك الحذر في التعامل مع أدوات المطبخ الحاد مع النيران الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمطابخ أو بالآلات الحادة أو بالنيران بدهم ينتبهوا وأيضا في علاقاتك مع أفراد العائلة ومع الأبناء عليك ضبط رغباتك في التمرد على القوانين خلال هاي الفترة لأنك ممكن أنك تواجه بعض الاعتراضات أو المواجهات اللي رح تزعجك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تشهد هاي الفترة نشاط جدا في الانتقال والتنقل والسفر القريب واللقاءات السريعة اللي بتفرحك ولكن بدك تحذر من انفعالك لأنه ممكن تكون انفعالي ومتوتر في علاقاتك مع إخوتك أو أخواتك أو وسطك المحيط مع الجيران مثلا عليك ضبط نفسك خلال التواصل أو الاتصال مع الآخرين أو على الطلاب الجامعين وما قبلها عدم التسرع أثناء الامتحانات احذر زي ما حكينا أثناء قيادتك للسيارة احذر أثناء الإجابات في فترة الامتحانات أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب دخول المريخ لبيت مالك يعني انه فيه كثير من الأرباح اليومية والأموال اللي بتدخل لرصيدك لأنه هو كوكبك ولكن يعني شوي ممكن نخلينا إيجابيا من تعب يعني بتجيك من تعبك أو من جهدك الشخصي أو من عمل إضافي أو تعويض أو قروض أو ضيون أو مستحقات سابقة ولكن السلبية أنه بدك تنتبه من الإصراف والمصروفات لكثير أيضا النفقات لا تنتهي عليك التزامات مالية عليك دفعات حاول قدر لإمكانك ما تتهور بالبدخ المالي وما تدخل في معاملات مالية هذا الشهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لا شك أنه دخول المريخ لبرجك رح يمدك بالطاقة الأكبر مع وجود الشمس يعني رح يعطيك طاقة مضاعفة ويعني ويعد شحن قوة النار الكامن فيك نشاط وحيوية واندفاع ويجعلك شخص غير مبالي بالصعوبات ولا بالعقبات ولكن عليك الحذر أيضا من التسرع لأنه رح يوصلك لهذه المرحلة خصوصا التسرع في الحكم على الأشياء حاول خفف انفعالك في التعامل مع الآخرين وما تبالغ في تقدير قواك الجسدية برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا وجود المريخ في بيت متاعبك يعني عليك الحذر كثير أس الشمس والمريخ صاروا في بيت المتاعب فعشان هيك عليك الحذر كثير من الأماكن المجهولة بالنسبة لإلك ومن التعامل مع أشخاص مشبوهين أو غير موثوقين جدا في أشخاص ممكن يحاولوا التقليل من شأنك أو الكيد لإلك بالخفاء من وراء الكواليس تكون حذر اعرف عدوك من صديقك ما تبالغ في تضخيم الأمور اللي ما بتستحق ذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا دخول المريخ لبيت الأصدقاء عندك يعني أنه عليك الحذر خلال هاي الفترة من علاقاتك بأصدقائك لأنه ممكن تخسر صديق مقرب وهذا الإشيء أنا ذكرت لك في حلقة الشمس أو تخيب آمالك بأحدهم أنت يعني بتثق سريعا بالناس الفترة هاي بدك تحاول قدر الإمكان أنك ما تشك بشكل مبالغ إلا إذا كان فيه دليل عليك الحذر من من يدعون صداقتك خلال هاي الفترة لا سيما من الغرباء وحاول أنك ما تدخل في مواجهات مباشرة مع أي أحد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت حاول أنك تكون حذر خلال هاي الفترة من تأثيرات كوكب المريخ اللي رح يكون موجود في بيت السمعة طبعا هنا يعني منحكي عن ترقيات بيت السمعة بيت العلاقات مع المسؤولين فالعلاقة مع المسؤولين بتكون شوي متوترة بسبب المريخ فحاول أنك تبذل جهد أكثر لتدعم علاقتك معهم ابتعد عن المواجهات المباشرة فترة غير مناسبة لطلب الترقيات إلا إذا كنت واثق من الأعمال اللي أنت بتقدمها رح تكون بالفترة هاي قاسي في ردات فعلك تجاه أي شخص بيحاول التقليل من شأنك فهذا الشيء بدك تعرف كيف تضبطه حاول أنك تحافظ على هدوءك المعتاد خلال هذا الشهر الشهر الجاي يعني الأجواء بتكون أفضل وخصوصا لما ينتقل الحوت من بيت السمعة بخفف الضغوط عليك ولكن حاول تعتمد عشان أعطيك أغششك كيف تحل الأمور اعتمد على علاقاتك ومعارفك في حل المشاكل هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء